العدو الثاني العدو الثاني هو الجسد وأنا لا أتحدث هنا عن هذا الجسد الفيزيكال البادي لكن أتكلم عن الجسد الداخلي له ثلاث أسماء رئيسيين في الكتاب المقدس هو الإنسان العتيق الإنسان العتيق المولود في الكورة البعيدة البعيد عن الله وعن نعمة الله وخطة الله يقول كتاب عنه نقرأ عنه في روميا ستة وروميا سبعة يقول عنه في روميا ستة ستة عالمين هذا أن إنسان العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة كي لا نعود نستعبد أيضا للخطيئة فهذا الإنسان العتيق الموجود في داخلي هو الذي يحرك الأمور ناحية الخطيئة من داخلي الإسم الثاني هو جسد الخطيئة هو هو نفس الفكرة نفس الشخص اللي هو السينفول نيتشر اللي هو الطبيعة الخطاء شكرا الطبيعة الخطيئة التي في داخلي نفس الآية يقول إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطيئة وبولس يوصفها عاملين مشيئات الجسد ومن غزة الطبيعة القديمة اللي هي عدو لالله طبعا من خطيئة ومن أمور لا تمجد الله تمام وينجد الإسم الثالث هو الخطيئة الساكنة فيها وكلمة الساكنة فيها يعني أحدى مسترياحة تقود وتعمل من الداخل فتخرج للخارج ما لا أتوقعه أنا وهنا بولس في الصراع الروحي في رسالة روميا أصحاح 7 يتحدث بوضوح عن هذا الأمر فنلاقي في أصحاح 7 عدد 17 يتكلم فيه بيقول لم أعرف الخطيئة إلا بالنموس في أنني لم أعرف الشهوة أن لم يقل النموس لا تشتهي بمعنى أنه أنا كنت أمارس الشهوة لكني لا أعرف أنها خطيئة جه النموس علشان يشاور ويقول هذه خطيئة واسمها شهوة لم أستطيع أن أتوقف عن الشهوة لكن ما حدث هو أن أنا عرفت التايتل العنوان بتاع هذه أنه هو اسمه شهوة وهو خطيئة طيب أقدر أعملي أحاول أن أنا أبطل أتوقف عن هذه الشهوة في عدد 20 يقول فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست أفعله أنا بل الخطيئة الساكنة فيها وهنا الخطيئة الساكنة فيها تقودني لفعل ما أريد ما لا أريد لدرجة أنه يقول هذه الكلمات أنه ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت لأن أريد أن أفعل الحسنة فأجد الشر حاضر عندي أنا عاوز أعمل حاجة كويسة لكن أفاجأ أن أنا بعمل ممسوك أفاجأ أن أنا بتحرك في اتجاه خاطئ هنا القيادة والسيادة على حياتي من خلال الخطيئة الساكنة فيها في الداخل هذا هو العدو الثاني وهو عدو قوي ويستخدموا إبليس مرات كتير في الهجوم علي من الداخل وهنشوف إزاي فيما بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر